تعرض الكاتب البريطاني سلمان رجدي لهجوم في قاعة كان يستعد لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك بحسب وسائل إعلام أمريكية وعلنت شرطة نيويورك أن رجدي تعرض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة وأظهر التسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاص ليسرعون لنجدته بعد تعرضه للاعتداء وقال أندرو ويلي وكيل أعمال سلمان رجدي الروائي البريطاني الهندي الأصل إن الأخير من المحتمل أنه سيفقد إحدى عينيه وأنه على جهاز التنفذ الصناعي ولا يمكنه التحدث بالوقت الحالي وضف ويلي في تصريحات صحفية إن رجدي قطعت أعصاب في ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف والأخبار ليست جيدة بشأن وضعه الصحي شكرا